لنعرف أكثر بصباح اليوم معنا جولي سعد جولي أركيتكت رح تخبرنا شو الخطوية اللي قامت فيها كمان على صعيد شخصي لأنها تقدر تساعد بعض العائلات اللي هني بحاجة للمساعدة جولي صباح الخير مونجور جوزاف أول شي سمحولي أعرفكم عن حالي جولي سعد أركيتكت أد مانجر أفماكن انتر برايزيز نحن ويبروفايد لكجوري برودكت أم ديزاين سيروسيز نعم بس أنتوا بهالخطوة هاي دي بظل الظروف اللي نحن عايشينا يعني أمتي ببعض الديزاينز اللي هني فينا بعدين نستعملون صنية فينا بعدين نستعملون بالبيت ما يشي ينكب كمان فكرتوا فيها أورغانيك كمان أكيد وكل الأرباح اللي بتعود من وراء الأيتم زي اللي عم تعملوها هي رايحة لعائلات محتاجة لأشخاص انتوا عم تتواصلوا معهم عندكم داتا معينة جبتوها من جمعيات معينة صح خبرينينا شو عم بصير وكيف ألاشت الفكرة عن هذا الشي أوكي مثل ما شايف جوزاف عنا تو باكسز هوني موجودين بالستوديو اللي هي الباكس ديزاين باكس معمولة من خيزران ومن خشب مثل ما شايفينا وكمان عنا حد باكس للمونة رح أشرح أكتر الفكرة الفكرة بلشيت أنه سميناها أي باكس أف هوب لأنه هي عم تزرع الأمل بقلوب عالم كتير نعم ونعرف نحن أنه لبنان عم يقطع بظروف كتير سعبة ظروف اقتصادية سعبة كرمال هيك قررنا أنه القانسب طبعنا ينبع من ديزاين تو ديفالوب شو هي الديزاين تو ديفالوب ديزاين تو ديفالوب هو أنه نقدر ندعم قد ما فينا الحرف اليدوية كرمال هيك هيد الباكس تجمع بين ثلاث فنون اللي هنه فن لنجارة وفن رش الموبيليا وأعمال الخيزران مثل ما شايفين نحن لازم ندعم الحرف اليدوية تنقدر ندعم الاقتصاد بلبنان اللي هو هلأ عم يمرق بظروف كتير سعبة وتاني الشغلة هي الديزاين تو فيد نحن بنعرف أنه 80% من المجتمع اللبناني هو يعتبر من الطبقة الفقيرة و77% منهم قادرين يأمنوا غزاء كيفية لعيلتهم صحيح أما 60% من العالم هنه بيدينوا تيقدروا يأمنوا لقمة الغزاء وكمان 30% عندهم على القليلة ولد عم بينام جعان كرمال هيك نحن بهيدا الديزاين عم نقدر نساعد العالم فقررنا أنه A box of hope لأنه تزرع الأمال ولأنه one box can buy one box of food لعيلة محتاجة بتأديها لمدة شهر مثل ما شايفين بالستوديو قدامنا يعني الأرباح من كل box عم تعملوا وكل design عم تعملوا ممكن يأمن حصص غزائية مثل ما شايفين قدامنا لعيلة لمدة شهر اللي هي فيها الأساسيات بين برغل ورز وسكر وملح وفاصوليا وزيت ومعكرونة مزبوط يعني أساس تاني ما مش مبينين كلهم علي لعد عدد لأنه كبير البوف وحلاوي وحلاوي كمانا شغل من يحب بس الديزاينز اللي عم بتختاريهم كلهم مثل بعض ولا في عدد ديزاينز في عنا شي صغر بنا نشوفون ولا بتخبرينها أنت أوكي رح خبركم أكتر ورح أقول كمان أي ميسج بدي وصلوا هذا الديزاين هو made out of one box فينا نستعملها it's a trendy luxury فينا نستعملها إن كان بالأوفيس إن كان بالبيت أو نقدر نستعملها لأغراضنا الشخصية مثل الميك أب مثل البيوتي برودكت وبنفس الوقت it's a tray كمانا منقدر نستعملها لحيالة شي نحنا عايزينه وجوزاف كان بدي وضيح إنه all of our products هن الـ profit تابعون بروحوا ليدعموا العيال بحاجة and our products are customized designs يعني الكلاينت بناء الديزاين اللي هو بده يه نحنا منقدر نعمله customized ما يزعى أي شي هو عباله يعني يعني شو ممكن يكون عندك فكرة مثلا غير اللي شايفينه قدامنا هذا البوكس مع الصينية اللي تحته شو ممكن يكون في عنا ديزاين ممكن يكون حيالة ديزاين منقدر نفوت فيه الكوتي أرتيستيك كمال هيك أنا بدي أرجع كمانا أحكي عن الحرف والمهنة اللي أنا عم شجع مثلا مثل إذا فيه أرتس بيقدروا يرسموا بطريقة كتير حلوة it can be a bag of made out of wood it can be anything you would like يعني ممكن البرودكت يبلش كتير صغير ممكن البرودكت يكون كتير كبير حسب قدي الكلاينت بده كرياتيفتي ونحنا منقدر نساعده أكيد بأي ديزاين هو بده يه نعم طيب ويختلف سعر ديزاين عن ديزاين ولا نفس الشي تقريبا من نفس الرينج أكيد كل ديزاين له سعره الخاص حسب الماتيريالز اللي عم نستعمله وحسب أكيد شو البروست والداتا اللي عندكن جبتوها من جمعيات توسا أو فيها طبعا لعائلات محتاجة عندهم الداتا المطلوبة لهذا شو اسمه يعني كيف إجت الفكرة يعني عندك إجت الفكرة بالشركة حتى فكرت تقوم بهالخطوة هذه وكتير مهمة أنه نشجع الحرف اللي صارت شبه منقرضة أو كمان هلأ نحنا في لبنان ضروري نعتمد على الحرف هذه ونرجع لأيامه لأنه بلد يعتمد على الخدمات تفضلي أوكي بدي أحكي أنه بذل الصروف الصعبة اللي أنا قطعت فيها والكل عم بيقطع فيها أنا تخرجت كانت مبلشة أزمة كورونا والكل كان عم بيقلي أنه ما رح تلاقي شغل ما تفكري بالبلد وهجري بس أنا بدي أقول لكل اللي عم بيحضرونا أنه آمنوا ببلدكم آمنوا بلبنان لأنه حتى لو حاسين أنه نحنا ما حدا رح يقدر يساعدنا نحنا بالنهاية منقدر نساعد بعض وكرمال هيكي بدي أقول لكل اللي عم بيحضرونا أنه كرمال نحنا نقدر نساعد العالم أنتو كمان لازم تساعدونا نقدر ننشر الone for one giving movement by tagging us every time you buy one of our products at Mac and InDesign help us make the world a better place نعم هيدا الفلاير صح buy one box help a family help small businesses spread a smile and contribute to a better future بالآخير tag us every time you buy our products برجع بذكر نشر المسج هو أهم الشي هيدا أكتر شي رح يساعد العالم شو ردة الفعل عم بتكون كيف الفيدباك عن اللي عم بصير بالنسبة لكل شي لها الخطوة اللي امتي فيها ردة الفعل عم بتكون كتير إيجيبية لأنه كلنا منعرف أنه عم نقطع بظروف كتير صعبة وعنجد نحن هلأ الناس بحاجة لدعم كرميل هيك كل كلاينت بيجي لعنا وبيشتري one of our products منقله مين العائلة اللي هو ساعدها كرميل يكون فيه ترانسبارنسي وكريدابلتي أكتر أكيد كتير منيح يعني وكل شي حسب كل آيتم يعني ممكن يكون البوكس اللي رح تساعده فيه أكبر من البوكس موجود هون حسب الحرباح يعني بتطلع من كل آيتم عم بتبعوه يعني هي بالنتيجة هذه انطلاقة ممكن لأمور تاني في شي حاطتي براسك لقدام مشروع آخر ممكن عم تفكري فيه لخطوة تاني أكيد في كتير مشاريع نحن عم نشتغل عليها عم نشتغل نحن أكتر شي على الاس دي جيز اللي هنه ساستينبل جولز ديفلوبمنت جولز لانشت باي دي يوان وهي دول ساستينبل ديفلوبمنت جولز هنه جولز كتار وما بيخلصوا نحن رح نبلش هلأ ندعم العيال بالبوكس افوود براسنا كتير مشاريع مثل 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 ميكينج اي ساستينبل سيتي كرياتيف ايدياز بيقدروا الناس يستفيدوا مننا ويوالدوا انرجي مثلا طاقة مثلا كهربائية أو أي شي من هالنوع بس أكيد عم نشتغل عليهم هلأ أبار خطوة خطوة أكيد بنوصل لهم جولي جود لك يعني كتير حلو اللي قلت لنا كتير حلو هالخطوة إن شاء الله كل شاب مصابي من لبنان بفكروا بهالطريقة هديرة نحن بحاجة لنفكر إنسانيا بكل خطوة عم نقوم فيها حتى لو كنا عم نشتغل نحن هلأ بوضع بدنا نفكر إنسانيا بخين الإنسان لأنه بتصور ليلة اللي منهم بحاجة للمساعدة بظلها الظروف اللي عم نعيشها ومع غلل معيشي مع هلأدي خفت القدرة الشرائية عند كل الناس للأسف وينما كانوا هذا الشيء رح يأثر اقتصاديا على كل القطاعات يعني منزعل أنه نقوله ومنزعل أنه عم نظلنا ونحكي سلبا بس أنه يعني منضحك على حالنا ومنحكي غير شيء ما منقدر يعني للأسف صحيح بس خليكونا جبيين خليكونا منبتسمين خليكوها بتضحكوا لأنه الأمل هو الوحيد اللي رح يعطينا شوي بوش لقدام الهوب اللي عطيتينا هي اليوم إن شاء الله بيوصل لكل عائلة إن شاء الله واتمنى كل اللي عم يسمعونا وقدرين يشتروا هالبوكس إنه يتواصلوا معك لأنه نقدر نساعد أكبر عدد من العائلات شكرا جلي شكرا جلي شكرا جلي